بسألك النجاح اللي حققتوه اليوم واللي أسعدنا كلنا جميع إيش ألهمكم في الموسم القادمة؟ إيش ممكن نقدر نشوف من موسم الطائف ونعتبره من الآن دعاية يعني سواء السعوديين أو أخواننا في الخليج أو العرب بكل تأكيد هو الفرصة الأولى كانت بمثابة التحدي والفريق الذي عمل على موسم الطائف من خلال لجنة موسم الطائف أو خلال بطاقة موسم الطائف كان يعمل على عدة مسارات كبيرة جدا لأن تخرج الطائف وأن تكون جودة الخدمة في كل هذه المواقع عالية جدا ومن خلال هذه الفرصة العظيمة سيتم التركيز على الموسم القادم بشكل أكبر وأن يكون هناك طبعا الآن سكف الطموح أصبح عالي جدا يعني ما تم تحقيقه في هذا الموسم يضعنا أمام تحدي أكبر إن شاء الله تعالى والتحدي سهل جدا في ظل هذا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة أن نقدم للطائف والمملكة العربية السعودية موسم آخر إن شاء الله أجمل وأكبر والطائف غنية اليوم لما تحدث عن أربع وجهات رئيسية بكل تأكيد أننا نستطيع في العوام القادمة أن يكون عندنا أكثر وأكثر من هذه الوجهات عندنا مثلا الوعبة المقلاطمية من المجهات الجميلة جدا عندنا بعض القرى في جنوب الطائف القرى الأثرية عندنا المواقع الأثرية الجولات السياحية كانت موجودة هذا العام للقصور الأثرية ممكن أن تكون هذه المواقع في العام القادم وجهات رئيسية للموسم ومن خلال هذا الموسم تم التركيز عليها كفعاليات طبعا نوعية مصاحبة لموسم الطائف السنة ما عادت للطائف بعد أربعين عام وسيعود الكثير والكثير من خلال الموسم العام القادم بذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر